حين يا بنتي أنا ما أصدت شاهدتي مع ابنك ولا يقرر لقرب قلت لك خد الودي ونمشي ما سمعتش الكلام لي يا نادية سبتيني وييني حبيبتي أنا ما حسيتش أني عجوز غد لما مشيتي إذا هي ويعي يا نادية وما صاحب عي أنا عارف أني عمري ما كنت عبي شرف بس كنت بحبك أنت واخوك وايز أرضيكم طول الوقت كنت مشغول عنكم بالدنيا بس كنت بقول لنفسي أم بك رح يورسوك وينسوك بس أنت اللي خلفت اللي اتفاعي لدي ومشيت قابلي سبح يدي بنتي سبح يدي أم بك تفكر ما أعطك دا يا رجاها؟ أولا هيغاهر حاجة من اللي أعملوا فيك؟ عايد يا راية عايد بس بكرا لما أجي أخذوك على المصحة تعرفت عايد براحتك أمني حرام عليك أنا ما قدتش حني بهدلة بهدلة هو قدتش شفت بهدلة دي نادية يا رهي اعلку احنا انا اتكلمنا كتير في الموضوع ده يا سليم وانت خلاص اخترت انا اخترت ان اكمل في التجارة يا جهان مش عشان اكون الكبير والدليل قدامك اوه احنا ما عدناش كبار السوق انت عارف يا جهان ان في لعبتنا دي اللي بيدخل مستحيل يخرج سليم وده اللي خلاني اكمل لان ده هو الطريق الوحيد اللي ممكن اضمن بيه انك تخرجي انتي والولاد بدون خسائر مش صحيح يا سليم طول ما انت في اللعبة دي والتجارة دي لازم هيكون في خسائر لك والكل اللي حواليك انا مش عايزة اي حاجة دلوقتي دير اني قدر اربي زي المعالي طول ما فاضل اللي همش حد تغيري مش بمزاجك يا جهان ولا بمزاجي حماية العيلة دي فردة علي ووصية مستحيلة خلي حد يمنعني ان انا فلسان وانا مش هجايزة فلسلين ما حدش دفعت ما انقدل انا دفعت عشان خاطر اللي عبدي من وقت ما كنت لسه بنت نشأة الفخران ولحد المعارضة حتى بعد ما جوزت زي اجهان عالم الموضوع اكبر بكتير ان انا بنشتغل في التجارة ولا لأ الموضوع ان احنا عايزين نرجع حيلة العيلة دي واعتقد يعني ان انت يا اكتر واحدة خايفة على اسم العيلة ببعينك يعني تعبت فيها طب كويس ان اتعرف ان اتعبت في بناء الاسم ده ولسه هتعب كمان وحكبره اكتر من كده كمان بس بيض عن التجارة وبلمت ولادي حوالي واعدين ان انا بصراحة مش فهمك يهمك في ايه قوي اسم العيلة ومش برد مرتك هي اللي قتلت اخوك وخرجت منها زي الشعرة ملعجينة خليك معانا يحيا عشان نفضل قويل كفاية دم وموت ولا انا هفضل مستنية لغيت ما اشوف العيلة دي بتخلص واحد وردتاني ما بقتش قادرة ما بقتش عايزة اشوف حزن تاني حوالي الحزن هيجي من بعضنا عن بعض عم زين لو كان عايش ما كانش هيقبل ان شامل العيلة دي يتفرق اذا ما سعدتك بتعملي دلوقت يا جهان هان زين لو كان موجودة لا يرحمه ما كانش حير ده يشوف العيلة وهي بتخلص كده وره بعضها انت عايزة ايه اشياء؟ تبعد عننا يا سليم ما ده بمصمم انك تكمل في التجارة دي؟ ابعد عننا ومن فضلك من هنا ورايح تتعامل معانا على اننا عيلتين عيلة زينة العطار وقالت سليم العطار الفراء بيجيب فراء ومع الزمن بيتحول لكرة ده اخر كلام عندي بلاش نوصل لطريق مسدود مامي احنا مهما حصل ما يفعش نبعد عن عم سليم يا عمي ارجوك كفاية بقى التجارة دي احنا مجلناش منها غير الموت احنا مش نقدر نبعد عن عم سليم احنا ملناش غيرو يا ماما طب مين يا سلمة انا كمان يا حبيبتي عملي محابل عنك ولا اسبكو حتى لو ابوك يا الله يرحمك كان لسه عايش وقال لي اسبكو برضو مش هاسبكو ماما احنا عملناش دعا بالتجارة بس ما يفعش نبقاش جمع بعض وحتى لو في اي خلف ما بيننا ما ننساش ان احنا عيلة واحدة قول لي عمك ما تقوليش انا الكلامة بس انا برضو عايز اقولكو لو مش عجبكو كلامي انتو احرار في حياتكم امروا اللي انتو عايزين بس تنسوني خالص تخرجوني خالص من حياتكم خلاص يا جيان يبقى الولاد يختاره حازم موسيقى حازم موسيقى زلمة حزن بتهايه يا عمي انت عارف رأيك ويس اداروا اللي فيها خلاص برا التجارة دي تمام يا باعلي بس علشان نبه واضحين من دلوقتي الدار ملهاش علاقة بالطريق الشرعي مش بس كده ده كمان رجلت الدار اللي قرروا يشتغلوا معنا اخترونا بيراداتهم وبنغير ضغط انا هامشي يا جيال وهعملي كل اللي انت عاوزها بس خليك عارف كويس لو حصلي حاجة انا بعمل كل ده علشان احميكم وانتو كمان يا شباب لو احتكتو اي حاجة عموكو سلي ما موت موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة